هذه الأبراج هتصبح غنية في نهاية رمضان ملكة التنبؤات العبقرية ليلة عبداللطيف تكشف عنها برج التور تتحسن ظروفك المادية والمالية أكتر مما كنت تتوقع هتكون الأيام الأخيرة من رمضان مليئة بالنشاط والعمل المسمر اللي بيزيد من دخلك المادي ويحقق لك أرباح جيدة برج الحمل من المتوقع أن يكون رمضان شهر الخير بالنسبة للحمل وفق لتوقعات ليلة عبداللطيف فيكون على موعد مع الحظ المطلق ويجد الظروف مناسبة للانطلاق إلى تحسين واقع المهني والعملي وتقف في منتصف الطريق وأنت تحاول الصعود بسرعة للقمة تعمل بقوة وسابات وتستطيع أن تحقق دخل ماد جيد تحصل عن أموال لم تكن تتوقعها ربما من إرس أو أمر طارق قد تحاول القيام بمشروع صغير يحقق جزء من تموحك برج الجوازاء تختار الطريق السليم تحويل كل شيء صعب لسهل ويزهر وضعك المالي تتخذ مشاريعك بعد جديد وتجد أمامك كتير من المتطلبات وتضحيات عشان تتصلق سلم النجاح وتحصل على حقوقك اللي كانت على وشك الضياع تنجز عمل مبدع ينال تقدير الجميع وتجد بعد ذلك النجاح الباهر في كافة الأسعادة وخاصة على الصعيد المهني برج السلطان قد تكون بشراكة عمل ناجحة مع أحد المستثمرين الأصدقاء في محاولة لتحسين وضعك المالي ربما تجد فرصة مالية جيدة تستطيع من خلالها القفز الأعلى بمستوىك المادي وتجد الخير والنجاح تبقى الأمور المهنية كما هي وليست كما تتمنيها وتبزل جهود كبيرة لتحسين وضعك المهني قد تكون على الموعد اتخاذ قرارات مهنية حاسمة